بيعمل مشكلة بقى هل من حق الخطيب أنه يتحكم فيها تنمى أنا في بيت أبويا؟ شوفي حضرتك دي بتبقى قواعد بيحطوها هم اللي تنمع بعض كونها النهية آية قبلة الموضوع من الأول وهي عمالة زي ما حالك قلتي بتشوف الكلام اللي بيحصل ده كله وبتشوف أصلاً أنه هو بيقولها ما تسلميش على حد وما تعملش وهو بيعمل اللي هو عايزه كونها النهية قبلة هذا الأمر فهي أصلاً الغلطانة أنها كملت معاها عدة سنوات 3 سنين يعني هو أنا من حقيقة أقبل أو أرفض أنا بتكلمها على السوابتي أنا من حقيقة أقبل أو أرفض بس هل ده طبيعي؟ لا مش طبيعي أنه هو يعمل كده معا فترة الخطوبة بس هو برضو بيحاول يشوف يعني عشان برضو ناخد الجانب بتاعه هو ليه بيعمل كده؟ بيحاول يقول لها أن أنا مش هقبل الكلام ده بعد الجواز قناعاته الشخصية قد تكون خطأ قد تكون صح المفترض الطرف الأخرى ورثة ما ممكن تيجي واحدة تقول لخطيبها أنا عايزة باسورد بتاع الموبايل لك مثلاً ولازم يقوم معايا خطيبها وجوزة وجوزة؟ وتاخدها الباسوة؟ آه طبعاً أعايزين؟ لا أنا باتكلم أنه هو أبل وهو خطيبها تمام؟ أبل هذا الأرض ماينفعش بأيه يوم متجوز لك لأنا ليه خصوصياتك ماينفعش بأيقول ليه خصوصياتك دي لاا أحلى من الطب معروف كملت معاها 3-4 سنة تقول أصلي هي كانت بتطلب مني طب يعني أنا مثلاً دلوقتي لأنا مخطوبة لازم أتكلم وأقول لنا نزلة قبل ما أنزل أنا عايز أعرف الثوابة لأنه هو برضو خطبها ما ينفعش أخذ الإذن أو أدي المعلومة أدي المعلومة الحاجة اللي هي مش متواصلة فالنفرد هي بتروح الشغل كل يوم مش كل يوم هتكلم وتقول لنا راح الشغل ولكن لما تكون حاجة برضو غريبة ما ينفعش برضو تبقى خطبته في مكان هو مش داريان عنها حاجة ولا هي عارفة حتى بيدي صورة سيارة وحد يجي يقول له تعرف خطبتك في المكان الفراني هو يبقى عارف المدامي يا سيدي كانت في السوبر ماركت يا لذنت أنا مش داريان فلازم يبقى عنده هذه الأمور ولكن مش الثوابة مش مثلاً بتروح الجامعة كل يوم فلازم كل يوم تقوله وإحنا هنا بنتكلم زي محركة قلتي هي مش من باب أن أنا أأمر أو أن أنا أرفض أواء يا لذنت